موسيقى مشاهدين لكل شخص موهبة يكتشفها في صغره وربما أغلبنا لم يعرف بمواهبه التي يمتلكها إلا عندما كبر وجربها ضيفنا اليوم قصة مشابهة خرج بموهبته عن المألوف في رسم اللوحات أمام الناس خلونا نرحب بضيفنا في الستوديو صاحب هذه اللوحات الجميلة أكيد علي الوشمي هلو سهل بك علي هلو الله الله يحفظ يعني ما شاء الله قاعدين نشوف هذه اللوحات الجميلة اللي معروضة معنا وأيضا اللوحات اللي جايبها معاك هنا في الستوديو سيدتي نبونا أتعرف عليك أكثر يعني خلينا نقول متى الإنسان يعرف نفسه على إنه رسام أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم شاكر جدا على الاستضافة وقناة روتانا مهي غريبة عليها الدعم المواهب الناشئة وإبرازها على مستوى العالم ثاني شيء متى يكون أو متى يسمي نفسه الرسام رسامه الفنان فنان متى ما ابتكر شيء جديد أو لمسة جديدة ما حد ابتكرها قبله أو متى ما حصر ردود أفعال إيجابية على اللوحاته وضروري أن يكون يسأل فيها متخصصيا صحيح عشان ما ينصدم بالردود السلبية من المجتمع جميل طب أنت رسامه لفنان في البداية لا فنان فنان جميل إذن والحلو في الموضوع أنه أنت تنيز فنك أو رسمك بحاجة لازم ترسم أو تحب ترسم قدام الناس قدام الجمهور في الكافيهات وقدام الناس يعني ما هيكون في أي مشكلة أن أنت ترسم دحين اللوحة التي أنت مجهزة لنا هي الآن نحن نحكي عادي 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 تعوّت على الأجواء هذه جميل طب أبدأ لوحتك جاوبني على السؤال إذا في مجال لماذا تميزت بهذا الفن أو بهذا النوع من الرسم اللي هو الرسمة أمام الجمهور بالضبط أول شيء نحن كفنانين مطالبين أن نبرز فننا أمام الجمهور سواء بالسوشال ميديا أو ننزل للميدان أمام الجمهور والجمهور نحتاج هذا النوع من الفنون وبالذات اللي هم الكافيهات أصحاب الكافيهات يجيهم رواد اللي هم ناس رائقة ولا ناس محتاجة أنها تدمج القهوة نوع من أنواع الفنون تغذية بصرية طبعا أيها وهي بصرية فالردود جداً إيجابية الله وملك الحمد عالي ما سترسم لنا الآن؟ نرسم عن الموضوع اللي هو صاير الحين اللي هو عن الوضع اللي حنا عايشين فيه ومحاربة الكورونا والرجال اللي جالسين يقومون في أدوار كبيرة جداً وحنا جلسين ببيوتنا مرتاحين صح جنود الصفوف الأمامي أكيد أبطال الصحة أبطال الصحة وأيضاً أبطال اللي هم أبطال الحارس الوطني والمرور جميعاً تحمسة بغير أشوفها الله ألف حتى أنا وأنت بترسم يا علي يعني أدردش كده معاك وأعلق على اللوحات الجميلة اللي جايبها معنا في الستيديو عجبتنا أنا وعبير لوحة غازل القصيبي جميل طريقة الرسم جداً احترافية بس يعني يعني بنتسأل إيش الفكرة حقتها الرسمة هذه لوحة غازل القصيبي رسمتها في المعرض الكتاب في القصيم كان لها ردود جداً جداً كبيرة بحكم أنها غازل القصيبي محبوب جداً من المجتمع بين الناس محبوب جداً الكثرة أعمالها الخيرية الله يرحمه دمجت في اللوحة عمل من أعماله اللي هو هو أول من ابتكر اللي هي جمعية المعاقين أسس أو هو من جاب فكرة اللي هي تأسيس جمعية المعاقين أيوة وآخر ثلاثين سنة من عمره كان جميع روات بتنزل على اللي هي المعاقين فحبيت أدمج هذا العمل الخيري في اللوحة أو بالبرتريه حقه الله أرحمه وغفر له وكمان في لوحة هنا طبعاً دمجت على المملكة العربية السعودية مع الإمارات هذه أخر أعمالي هي قبل تقريباً شهر أو شهر ونصف شاركت فيها في معرض سفارة الإمارات اللي هو المعرض اليوم الوطني الإماراتي أمام السفير شخبوت الله يعطيه العافية وأثنى عليها الله يعطيه العافية لا هي جميلة بفعل جميلة أصورة جداً هي تقريباً تقول ما بيننا في رابط ما بين اللي هي المجتمع السعودي والمجتمع الإماراتي زين فكيف أنهم مع بعض أكيد طبعاً كثير يعني ذكرت أنا في المقدمة وأنا أعرف عليك يا علي أنه الإنسان ممكن يكتشف مواهبه لما يكبر فإنت ما كنت ترسم إن أنت صغير إنت يعني اكتشفت أنه عندك موهبة في الرسم متى لا أنا أرسم وأنا صغير أي وأيضاً تخصصي تخصص فنية كملت اللي هو التربية الفنية في الجامعة لكن ممكن ما حبيت التخصص يعني صح حصلت ما يندرس أيوة لا أنا أخذت أول شيء دراسة بس ما حبيت أنها كده إلا لما نزلت للمهور يعني فاجأوني بردود يعني لا كنت تتوقعها فهذا اللي حببني زيادة وخلاني أنزل للميدان أمس علي كان في مبادرة من مؤسسة جسفة الخيرية أعرفتها أكيد بأنك فنان أكيد أنتعرفها كانت عبارة عن مشاركات لكل الناس من داخل مملكة ومن خارج المملكة بلوحات بسيطة تعبر مثلا عن فعاليات أو أي حاجة مثلا داخل الحظر اللي الآن نحن جالسين نعيشه ككل فهل شاركت فيها؟ والله أنا مجهز مشاركتي لهم جميل لكن علاقاتك معي اليوم اللقاء أو كان مشارك معهم من زمان لا بالعكس أي ولا مجهز مشاركتي ما هو عشان كنا نحتاج كمان نعرف إش دور المؤسسات الثقافية الفنية دور الفنانين دور الرسامين بشكل عام في المواقف هذه اللي احنا فيها الآن لا صراحة جمعية جزفة الله يعطيهم العافية من الناس اللي أو من أغلب أو أشد الناس اللي أبرزهم ومهبتي جزفة جمعية جزفة وأنا مشارك معهم من أول ما تأسست جميل فالله يعطيهم العافية من هنا أشكرهم صراحة جميعا يعني أؤمن بأن الفنان مهما كان سواء كان رسام أو مطرب أو حتى ممثل يجب أنه تكون يوجه الرسائل أو موسيقي يجب أنه أعماله توجه رسائل سواء إنسانية أو حتى للوطن فما بالك لمن يكون هذا الوطن هو المملكة العربية السعودية اللي احتوت هذه الأزمة من بدايتها بكل إنسانية وبكل قرارات حازمة عشان نوقف كلنا مع بعض لصد واحتواء هذه الأزمة العالمية اللي بتمر فينا فمهم دورهم خصوصا اليوم بتوجيه رسائل سواء هذه الرسائل توعوية سواء الرسائل بتكون فيها يعني انتماء لهذا الوطن فيها إنه الصبر كيف نبقى في المنازل كيف إننا يعني نقدم أشياء جدا مهمة عدري ممكن أهم شيء وأكثر أو أكثر حاجة بمعنى أصح ممكن تفيدنا كلنا وممكن يكون كل الشعب من جد مشارك فيها تجلس في البيت بس تخيل هذا هو المطلوب لا ترسم بس تجلس في البيت شوفي هو فعليا فيه كثير من الأمور أنا ما أبغى أخذها بمنظور أو أتكلم مثلا كلام يعني يكون شوية تقييل بحث أنه فعلا إحنا تعبنا من موضوع كورونا تعبنا من موضوع هذه الأزمة لكن أنا أعتقد زي ما أنا عندي أمل وأنت عندك أمل وكثير من المشاهدين عندهم أمل وأكيد علي أنت عندك أمل صح؟ أكيد كلنا عندنا أمل في رب العالمين متفائلية ومتفائلية جدا أنه هي أزمة وتعدي مش فقط على المملكة العربية السعودية على العالم ككل يعني فنحاول بشكل أو بآخر أنه إحنا نتعايش مع هذا الوضع بطريقة خفيفة لطيفة بشكل أنه خلاص إحنا أوكي في البيت صحيح صحيح زي ما كنا قبل شوى بنتكلم مع دكتور شجاع بتكثر يمكن المشكلات مع بين الأزواج يمكن فيه صريخ ولكن إحنا مرتاحين لأنه إحنا مع بعض أسرتنا الحمد لله كامل لا ينقصها أحد الحمد لله فهذه الأمور كلها تخفف من وطأ هذا الموضوع أو صدمة هذا الموضوع وكبر حاجمه علينا وكي أسأل علي سؤال لأن أنا لحظت حاجة أنت بتكلمي قبل شوية وبطالع فيك انتبهت أن الصورة التي فيها علم السعودية علي وعلم الإمارات فيه دقة فضيعة في حتى الشعر حق البنت هي طفلة صغيرة أعتقد أيضا في لوحة غازي القصيب رحمة الله عليه إيش هي المدرسة اللي أنت متبعها في الرسم الواقعية 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 شفتي أنا عندي حس فني الواقعية أنا كنت حاسة سبب يعني ميولي للمدرسة اللي هي التفاصيل زي ما قلت بالعكس أحب التفاصيل والدقة بالتفاصيل وأيضا الجمهور اللي عندنا يحب اللي هو الشيء البسيط يعني ما يحب التعقيد زي التكعيبي ولا كذا لا الأغلبية يعني نسبة كبيرة منهم يحب اللي هو صح أنه خلاص الشخص زي ما هو تفاصيل فيه فيه متذوقين كثير عندنا صح وبترسل رسائل صريحة وواضحة يعني ما يحتاج أن الواحد يفكفك رموز اللوحة صح بزد صح عالي فان وصلت في لوحتك الآن تقريبا شبه اللي هو خلاص لهم شعارهم الصحة شعار شعار وزارة الصحة واو أكيد أشرح لنا عن اللوحة أكثر اسمك واحد من الشباب قال واض أخليها زي ما هي لا ألفها أكيد ألفها شوي اسم الله يا سلام طبعا هي دمج اللي أول شيء بش تشوفهم أشرح لنا نشوف الجنود جميل ونشوف طبعا أطباء على طاولة تقريبا على طاولة على طاولة جراحة بس هي طاولة الجراحة تعتبر هي كمامة أو شيء زي كده يا سلام طبعا الطفل أيوه هو الشعب يا سلام كيفني بسمعك لا لا جدا جدا رائعا رائعا زي ما في أبطالنا في الحد الجنوبي وهم أبطال أيضا هناك أبطال بيمرسوا اليوم وبيدافعوا على الوطن أو بيحموا هذا الوطن وبيدوا كل اللي عندهم وهم أبطال الصحة أكيد تحية لهم جميعا وإحنا إن شاء الله بإيماننا بالله وبيعني الاتخاذ هذه أو خلينا نقول إنه الافتماع للتوجيهات تطبيق هذه التوجيهات اللي من وزارة الصحة والداخلية أكيد كلنا يد واحدة ورح نعدي هذه الأزمة نقطة بسيطة ترى اللي هي ترى المجتمع له دور كبير جدا 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 ومثلت هنا أنها متفائل ورافع عيونها فوق ولو قلت لك هي حزينة ولا تضحك بتشوفين لا تقولين سعيدة صح ليش فهذا المجتمع مثلت أنها مهما صاير أمه واثق بالليل جنود اللي يحمونها من فوق واثق اللي هما بالليل الدكاترة اللي جالسين قدامها بأي شي رح يكون موجودين وحامينا بنفس الوقت اللي هي كمامة مسكينة جميل جدا أشكرك كمان أن أنت اخترت وزارة الصحة مثلت بسيدة ورجل مرة شكرا كمان هذا تعاوم مجتمع جدا رائع منك علي تحب توجه كلمة أخيرة الله يحمينا إن شاء الله وينقذنا من هذا الوضع اللي حنا فيه ونرجع إن شاء الله أفضل مما كنا قبل إن شاء الله بإذن الله وشاكل مقدر لكم على استضافة أهلا وسهلا نورتنا الثنان علي الوشمي يعني احنا شاكلين جدا ومتنين تواجدك معنا اليوم الله يسلمكم إن شاء الله مشاهدينا خلونا نطلع فاصل وأكيد مكملين معكم بعد الفاصل في فترة العزل كيف نخفف من التوتر والاستدامات أثناء البقاء في المنزل